في هذا الفصل الرابع من المقرر سوف نهتم بتطبيقات عملية على الحركة الدورانية التي كانت محور الفصل الثالث وهذه التطبيقات ستكون أساساً البندول البسيط، البندول الفيزيائي، وبندول الالتوار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع بعض إذن شرح مقرر ميكانيكا 2 حيث سنبدأ في الوحدة الرابعة والتي ستكون بعنوان تطبيقات على الحركة الدورانية الحركة الدورانية التي كانت محور الوحدة الثالثة طيب، أول تطبيق على الحركة الدورانية هو البندول البسيط الذي يعرف بما هو نظام ميكانيكي يقوم بحركة دورية سنثبت هذا لاحقاً لماذا سميناه بحركة دورية ويتكون من كتلة M معلقة بطرف خيط عديم الكتلة وطوله L وطرفه الآخر مثبت في نقطة O كما هو موضح بهذا الشكل بحيث تتحرك الكتلة حول النقطة أو بهذا الشكل عندما تزاح عن موضع الاتزان هذا والحركة تتم في المستوى الرأسي بفعل قوة الجاذبية لو اعتبرنا أن الزاوية ثيتا صغيرة يعني أقل من 10 درجات فإن الحركة سوف تكون توافقية بسيطة وهذا ما سنثبته لاحقاً طيب رح نثبت أنها حركة توافقية بسيطة بعد شوية طيب القوة المؤثرة على الثقل هي قوة الجاذبية M في G والقوة T التي يحدثها الخيط والمركبة المماسة لقوة الجاذبية M G ساين ثيتا ستعمل دائماً في اتجاه ثيتا صفر أي عكس الإزاحة إذن القوة المماسة هي قوة الإرجاع ستعمل دائماً على محاولة إرجاع الجسم أو الكتلة إلى موضع الاتزان طيب باستخدام قانون نيوتن الثاني للحركة في الاتجاه المماسي سنجد أن محصلة أو مجموعة القوة تساوي سالب M في G في ساين تيتا تساوي M في D تربيع S على DT تربيع S هو طول القوس الذي سيتحرك خلال الجسم بهذا الشكل يعني مثلاً هذا هو S إيش قلنا المرات الماضية؟ قلنا أنه S يساوي نصف قطر الدوران في هذه الحالة L مضروب في الزاوية المقابلة لهذا القوس ثيتا إذن S تساوي L في ثيتا سنعوض S هنا بL في ثيتا علماً أنه L ستفضل ثابتة إذن حركة دائرية لما يدور الجسم بهذا الشكل يعني بالتأكيد الخيط يحافظ على نفس الطول إذن سنعوض S بL في ثيتا علماً أنه هذه L هي ثابتة طيب نواصل مثل ما قلنا S هو إزاحة الجسم مقاصة على طول القوس الإشارة السالبة لاتكلمنا عن هذه إيش؟ تبين أن القوة المماسة تعمل نحو وضع الاتزان في الاتجاه العمودي يعني هي دائماً عكس الحركة كلما زاد الثيتا يعني يبتعد الجسم عن موضع الاتزان تحاول هذه القوة أن ترجعه إلى موضع الاتزان إذن هذا العكس تحدده هذه الإشارة السالبة طيب مثل ما قلنا منذ البداية الزاوية ثيتا صغيرة إذن ساين ثيتا تقريباً تساوي ثيتا هذا أول شيء ثاني شيء إيش قلنا؟ قلنا أنه S تساوي L في ثيتا إذن D تربية S على DT تربية تساوي D تربية L في ثيتا على DT تربية وتكلمنا سابقاً أنه L ثابتة إذن L في D تربية ثيتا على DT تربية هو اللي لقناه هنا بالتأكيد كان هناك M من هذه الناحية وآمن هذه الناحية تم اختزالها بهذا الشكل إذن وصلنا إلى أنه سالب G في ساين ثيتا تساوي L في D تربية ثيتا على DT تربية مع العلم أنه قلنا أنه ساين ثيتا رح نعوذها بثيتا هذا أول شيء وتصبح هذه المعادلة كالتالي إذن D تربية ثيتا على DT تربية تساوي سالب G نقسم على L بهذا الشكل ونعوذ ساين ثيتا بثيتا فتصبح المعادلة D تربية ثيتا على DT تربية تساوي سالب G على L ثيتا ولتكن القيمة G على L تساوي أوميجا تربية بالتالي ستصبح المعادلة D تربية ثيتا على DT تربية تساوي سالب أوميجا تربية ثيتا وهذه المعادلة تمثل حركة توافقية بسيطة مثل ما قلنا منذ البداية حلها هو ثيتا T تساوي ثيتا ماكس في كوزاين أوميجا تي زائد فاي حيث التردد الزاوي لهذه الحركة التوافقية البسيطة هو أوميجا يساوي جذر G على L والزمن الدوري للحركة هو T يساوي 2π مقسوم على أوميجا بطبيعة الحال إذن يساوي 2π مقسوم على جذر G على L وأخيرا نتحصل على الزمن الدوري لهذه الحركة التوافقية البسيطة T يساوي 2π مضروب في جذر L على G والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته